بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووزع الميزان ألا تتغر في الميزان أقيم الوزن بالقسط ولا تحسر الميزان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والرحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من سلصال كالفخار وخلق الجن من منار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجع البحرين بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجبار المرنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأش فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواب من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهام فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن زنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يورف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي كان يكيب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خوف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان زواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطائن مقام ربكما تكذبان فيهما قاصرات قصرات لم يتنسهم إن إنصوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كانهما الياحوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نظاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخنه ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خذر وابقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك السورة بكذل جلال والوكذران صدقت يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر